موسيقى السلام عليكم وحبكم في فيديو جديد في فيديوات علوم حياة والأرض كيزاكو ودائما نحن ندرسه في الوحدة الثانية المتعلقة بالتوالد عند النباتات وهو الدرس الخاص بالدورة الثانية عند الجدع علمي مشترك وفي الوحدة الثانية سوف نقسمها إلى فصلين الفصل الأول يتعلق بدراسة التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية على اعتبار أن هناك نباتات زهرية ونباتات لا زهرية والاثنان معا لديهما توالد جنسي على أساس أننا ندرسه فيما بعد التوالد اللاجنسي عند النباتات إذن الفصل الأول توالد جنسي عند النباتات الزهرية سنجزئه إلى جزئين جزء أول خاص بدراسة التوالد عند النباتات التي نسمى كاسيات البذور وسوف نتعرف على هذه النباتات وسبب تسميتها بكاسيات البدور ونبدأ بالنشاط الأول الذي سوف يتعلق بدراسة تعضي جهاز توالد عند كاسيات البدور التعضي نقصد به التعرف على الأعضاء المشكلة لهذا الجهاز التوالد عند هذا النوع من النباتات ونقترح المحاور التالية في المحور الأول سوف نرى بعض خاصيات كاسيات البدور التي تجعلنا نسميها بهذه التسمية ونميزها على باقي النباتات ثم في المحور الثاني سوف نرى تعضي الأجهزة التوالدية عند هذه النباتات بما فيها الجهاز التوالدي الذكري والجهاز التوالدي الأنتوي في المحور الأول الذي قلنا أننا سنخصصه لدراسة بعض خاصيات كاسيات البدور فكاسيات البذور تأخذ تسميتها من كونها نباتات زهرية أي أن لها زهور والمثال لاخدنا شجرة لعندها الزهور والمعروف أن الزهور في نهاية فصل الرابع ستتحول إلى تمار هذه النباتات الزهرية خاصيتها أنها تحتفظ بالبذور داخل التمار إذن كاسيات البذور ليست كل النباتات الزهرية ولكن هي فقط نباتات الزهرية التي تحتفظ بالبذور داخل تمارها في حالات فحل أخذنا حبة للتفاح سنجد بأن البذور موجودة داخل هذه الحبة هذه الحبة ككل هي تمارة وما يوجد داخلها هذه النقاط الصوداء هي عبارة عن بذور وبالتالي نضم شجر التفاح ضمن كاسيات البذور على عكس نباتات أخرى التي تكون بذورها مكشوفة وغير متضمنة داخل أي عضي وأي بنية وبالتالي فعندنا البذور في هذه الحالة هي خارج هذا المخروط وبالتالي فهي بذور عارية وقد ندرس عاريات البذور في فصل خاص به إذن أهم خاصية لكاسيات البذور هي كونها تحتفظ بالتمار داخل البذور وهذه البذور التي تنبت عندما تتوفر بعض الظروف الملائمة فتعطي عند تنبتها نبتة جديدة بطبيعة الحالة ستكون مشابهة تماما للنبتة الأصلية ملاحظة أخرى فيما يتعلق بكاسيات البذور وبصفة خاصة ظهور كاسيات البذور فعندنا أنواع مختلفة وأشكال مختلفة من هذه الظهور عندنا هذه الظهرة الحمرا عن اليمين في الأعلى لونها أحمر شكل هذه الأوراق التي تحيط بها هي مختلفة عن هذه الظهرة السفراء البرتقالية وهي مختلفة أيضا عن هذه الظهرة البيضاء كما أن هذه الظهرة تضم في وسطها في المركز في جميع هذه الظهور سوف نجد بنيات خاصة داخل جميع هذه الظهور الزهور وسوف نتعرف على تسمية هذه البنيات ووظيفتها أيضا على العموم يمكن أن نقول بأن الزهور تختلف عند كاسيات البودور عن بعضها البعض لكنها بصفة عامة تحافظ على تركيبها العام بغينا الآن نعرف الضور للزهور بصفة عامة سنأخذ معطى تجريبي يقول هذا المعطى التجريبي أنه عند إزالة زهور نبتة كاسية البودور ما الذي سيحصل في نظركم مباشرة الذي يحصل هو يتوقف إنتاج التمار لدى هذه النباتات ومن سوش أن التمار عند هذه النباتات تحافظ بداخلها على البودور وهي بداية جميع النباتات المستقبلية إذن ما الذي يمكن أن نستنتج تعتبر الزهرة الجهاز التوالدي أو التناسلي لدى النباتات الزهرية كاسيات البودور ولهذا نركز على دراسة الزهور ونستخرج منها الأعضاء التوالدية الذكرية والأنتوية وهذاكي خلي ندوز إلى المحور الثاني متعلق بالتعرف على الأعضاء ذي الجهاز التوالدي الذكري والأنتوي عند كاسيات البودور نسمي هذا المحور تعضي الأجهزة التوالدية ولهذا الغرض نقوم بتشريح زهرة كاسيات البودور إذن سنأخذ زهرة لكي بنى فيها مجموعة من المكونات عدنا أوراق بيضاء عدنا أسفلها بعض وريقات صغيرة الخضراء عدنا هذه البنيات البرتقالية وعندنا في الوسط هذه البنية الخاصة التي تظهر عبارة عن شكل بيضوي يعلوه خيط ثم سطح الوريقات البيضاء نسميها وريقة تويجية ومجموع الأوراق تويجية تعطينا ما نسميه التويج الأوراق الخضراء الآن كل وريقة خضراء نسميها ورقة كأسية ومجموع الأوراق الكأسية عند هذه الزهرة نسميها الكأس مجموعة هذه الأوراق البيضاء والخضراء دورها داخل الزهرة هو للوقاية والحماية فقط هذا نسميها أعطاء وقائية من جهة أخرى أهم العناصر الموجودة داخل الزهرة هي التالية عندنا هذه البنيات البرتقالية التي نسميها السادات ومجموعها أسدية هذه السادات تزكون من جزئي من خويط وفي الأعلى هذه البنية الكروية التي نسميها المئبر الكل هو سادات ومجموع الأسدية عند هذه الزهرة نسميها كش تمثل الأسدية الجهاز التوالدي الذكري عند النباتات كاسيات البذور من جهة أخرى لدينا البنية المركزية التي نسميها المدقة والتي تعبر عن الجهاز التوالدي الأنتوي عند هذا النوع من النباتات هذه المدقة يمكن تجزئها إلى مجموعة من المكونات كالتالي عندنا في الأعلى ما نسميه الميسم وهو السطح اللي عندنا هنا في المنطقة ثم لدينا منطقة وسطة عبارة عن أنبوب نسميه قلم الميسم ثم عندنا في الأسفل المبيض داخل المبيض إذا أردنا أن نعرف ما يوجد داخل وغندروا هذا المقطع طولي فتظهر حجرتين أو مجموعة من الحجرات أو حجرة واحدة على حسب نوع أنبت هنا عندنا حجرتين نسمي كل حجرة كربلة وفي كل كربلة عندنا هد الدوائر الحمراء التي تشير إلى البويضات إذن تعرفنا على الجهاز التوالدي الدكاري ممثل بالأسدية وتعرفنا على الجهاز التوالدي الأنتوي الممثل بالمدقة بما أن الظهور مختلفة فيمكن أن نميز بين كل زهرة وأخرى حسب ما نسميه الصيغة الزهرية الزهرة التي تعبر عن مجموع مكونات الزهرة ومجموعة هذه المكونات هو الذي سيجعلنا نميز بين أنواع مختلفة من الزهور إذا أخذنا الزهرة التي قمنا بدراستها سابقا قلنا عندنا الأوراق التويجية التي تشكل التويج عندنا أوراق كأسية التي تشكل الكأس عندنا الأسدية التي تشكل الجهاز التوالدي الدكاري وعندنا في الوسط المدقة التي تشكل ماذا؟ بطبيعة الحال الجهاز التناسولي الأنتوي أو التوالدي الأنتوي فهنا في الصيغة الزهرية سنقوم فقط بحساب عدد كل مكون على حدة وكنمشي من المحيط نحو المركز إذا لمشينا من النقطة A إلى النقطة B التي هي الوسط أول ما سنصادفه هو الأوراق الكأسية لأنها هي الخارجية يليها في الداخل الأوراق التويجية ثم الأسدية ثم هذه الكربلات الموجودة داخل المدقة فبالتالي سنعطيه التمثيل التالي للصيغة الزهرية عندنا خارجيا أوراق كأسية عدد الأوراق كأسية عند هذه الزهرة رغم أنها غير واضحة بشكل جيد لأنها يغطيها في الأعلى الأوراق التويجية سنجد أربع أوراق كأسية في الداخل كم لدينا من ورقة تويجية عندنا واحد اثنان ثلاثة وأربعة نمثلها أيضا أوراق تويجية أربع ورائقات تويجية في الداخل سنصادف مباشرة بعد الأوراق تويجية الأسدية وعدد الأسدية هو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة ونقوم بتمتيلها داخل هذه الصيغة لكي نحصل على مجموعة هذه الأسدية في الداخل قلنا أنه لدينا كربلتين وكل كربلة تضم بييضتين أو أكثر في هذه الحال لدينا أكثر من بييضتين رياضيا يمكن تمتيل هذه الصيغة الزهرية على الشكل التالي عندنا أوراق كأسية عددها أربعة أوراق تويجية عددها أربعة الأسدية عددها ستة والمبيض في جوج دي الكربلت وكننا أعطيه الصيغة التالية أربعة أس زائد أربعة بي زائد ستة أ زائد دي س أس بيبعنى سبال أو ورقة كأسية سبالة أربعة بي بيبعنى أربعة دي البتالات تسمية أخرى لأوراق تويجية ستة أ أ بيبعنى أطامين أي سدد زائد إثنان السي سي كابل بيبعنى كربلا وبهذا سنجد زهور أخرى التي سختلف صيغتها الزهرية وهذا كله يمكننا من تمييز النباتات الزهرية بعضها عن البعض بفعل هذه الصيغة الزهرية إذن الحد الآن عرفنا مجموعة من مفاهيم الزهرة الأسدية والمدقات ما هي الزهرة إذا أردنا أن نعطيها تعريف عبارة عن عضو يضم البنيات المسؤولة عن التوالد عند النباتات الزهرية كاسيات البودور الأسدية عرفنا أنها هي أعضاء التوالد الذكرية عند هذا النوع من النباتات والمدقات هي أعضاء التوالد الأنتوية عند كاسيات البودور بالنسبة الآن لأنواع الزهور قد نجد بعض الزهور التي تضم فقط الأسدية وزهور أخرى تضم فقط المدقة فبالتالي نسميها زهور أحادية الجنس لأنها تضم نوعا واحدا من الأعضاء التوالدية إما ذكرية أو أنتوية أو يمكن أن نجد زهور لفها في نفس الوقت الأسدية والمدقة فالمثال لدينا هنا هذه الزهرة هي تنائية الجنس لماذا؟ لأنها ستتوفر على الأسدية من جهة وعلى المدقة من جهة أخرى كنتم أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ونتمأن أن أطلقكم في فيديو لاحق شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر